وصلت أول مجموعة تضم ثمانية أردنيين قادمين من أوكرانيا إلى عمان عبر العاصمة الهنغارية بودابيست ووفقاً لوزارة الخارجية وشؤون المقتربين فإنها قامت حتى الآن بتسهيل إجراءات عبور ودخول 141 مواطناً أردنياً على المعابر الحدودية بين أوكرانيا وكل من رومانيا وبولندا وهنغاريا وسلوفاكيا ومولدوبا ولم تقتصر عمليات الإجلاء على الأردنيين فحسب فقد أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات شمول الفلسطينيين المقيمين على الأراضي الأوكرانية وعائلاتهم بالقرار السابق المتضمن إعفاء جميع الأردنيين المقيمين في أوكرانيا وعائلاتهم من قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا وهذه الإعفاءات تتعلق بإلغاء شرط التسجيل على المنصة المخصصة وإلغاء فحص بي سي آر وقد لقى هذا القرار ترحيباً من الخارجية الفلسطينية بدأنا في عملية الإشراف على نقل أعداد قليلة وتدريجية وبشكل آمن من طلبتنا إلى المعابر الحدودية في الدول الأربع الأساسية المجاورة بولندا وسلوفاكيا ورومانيا والمجر بعد أن حصلنا على هذه التسجيلات وهذه العملية متواصلة جزء منهم استطاع أن يعبر إلى الحدود البولندية والرومانية وجزء منهم حالياً متوجه إلى المعابر والحدود نحن نتابعهم منذ لحظة خروجه من مكان سكنة حتى أثناء الطريق للإطمئنان على صحته ومن ثم وصوله إلى المعبر ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الناتق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول ومن كييف رئيس الجالية الأردنية في أوكرانيا الدكتور كامل العواملة واسمح لي أن أبدأ مع الدكتور عواملة ما هي أوضاع الأردنيين في أوكرانيا؟ عمتم مثلاً أوضاع الأردنيين في أوكرانيا حالياً نقدر نقول شبه صعب هذا عدة أمور أول شيء التنقلات والسفر من المدن وبين المدن صعب جداً وهناك في بعض المناطق يوجد حضر تجوال باليوم وباليومين يعني إمكانية السفر والخروج من البيوت هذا كمان أمر صعب جداً في بعض المناطق ممكن أن نترحال منها من منطقة إلى منطقة وهذا اللي عم بتخذوه شبه نظرة الأبناء والمقيمين هنا بحيث أنه يقدروا يغادروا بس ولكن زي ما أنتوا تعرفوا أنه حالياً الغروف تمام على الحدود الأوكرانية ممكن أنه ينتظر يومياً وثلاثة وأربع الوعد حتى يجدوا يعبر الحدود الأوكرانية إلى الأوروبية إضافة إلى أنه الطريق ممكن تستغرف مع الشخص كمان يوم أو يومياً نعم أرجو أن تبقى معنا دكتور كامل وأنتقل إلى السفير أبو الفول سعدت السفير هناك صعوبات كما يبدو في التواصل مع الجالية الأردنية وفي تنقلها ووصولها إلى الحدود كما ذكر الآن الدكتور كامل وهذه الصعوبات تتركز في المدن الشرقية من البلاد كما وردنا ما هي إجراءاتكم لتذليل هذه الصعوبات لتأمين خروج جميع الأردنيين؟ مساء الخير لكسنت الكريمة ومساء الخير لجميع المشاهدين الكرام تستمر الوزارة في متابعتها لأوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في كافة المدن الأوكرانية الوزارة سبق أن أعلنت عن خطوط ساخنة لتقديم كل إسناد ودعم للأردنيين في أوكرانيا بالوزارة من خلال مركز العمليات والسفرات الأردنية التي تم تفعيل بها غرف عمليات متواصلة بشكل دائم مع المواطنين الأردنيين لتقديم الدعم والإسناد وتسهيل أمورهم على المعابر الحدودية ما بين الدول الأربع التي أشرت لها وأيضا هناك في ملتوبة على المعابر الحدودية هناك ممثلين للسفرات موجودين من مقطع طواقم وزارة الخارجية الأردنية وسفراتنا في الخارج من الدبلوماسيين موجودين على المعابر من أجل تسهيل مرور الأردنيين وأيضا تقديم كل الدعم والإسناد لهم مثل تأمينهم وحل مشاكل الإقامة وتسهيل ووضيع الإقامة وتسهيل الإقامة لهم والمواصلات عندما يتجه أحد من الأردنيين إذا باتجاه الحدود يجري عادة اتصال مع الضبطة فيه وراي حدها ويكون هناك متابعة مستمر سواء من مركز العمليات نعم سعدت السفير بهذه الجزئية كم عدد الاتصالات التي وردتكم بخصوص أردنيين يرغبون بمغادرة أوكرانيا وكم عدد الممثلين أو القناص الأردنيين الموجودين في الدول التي يتعين على الأردنيين التوجه إليها في موجود الآن عند المعابر الحدودية عشر موظفين من السفرات الأردنية المعتمدة لدى هذه الدول أما بالنسبة لأعداد طلب المغادرة نعم أعتقد أنه جميع يطلب مغادرة آمنة إلى أوكرانيا هل لديكم عدد؟ هل لديكم عدد واضح؟ نعم نتحدث عن 1400 إذن مواطن تقريباً من أصل أكثر من 2500 مواطن أردني أرجو أن تبقى معي سعادة السفير وأعود إلى الدكتور كامل إلى جانب السلطات الأردنية ما هي الجهات التي تتواصل معكم لتأمين سلامة مواطنين طبعاً اللي بتواصل معنا المشكورين وزارة الخارجية تتواصل دائماً مع السفر الأردنية في أنقرة والسفر الأردنية تتواصل معنا باستمرار على مدار الساعة وتعطينا المعلومات وكيفية استعمالها بدقة معلومة تتلو المعلومة زي ما تفضل ساعاته أنه فعلاً هناك في مندوبين عن السفرات في جميع المنافذ الأوكرانية التي تود إلى أوروبا وهم بقدموا التأسيرات بس ولكن بعض المواطنين الأردنيين ما عندهم هذا كيفية أنه مندوب السفارة ما بقدر أنه يقدم الخدمات في الأراضي الأوكرانية عفواً في الأراضي الأوكرانية لأنه هو موجود أصلاً في الأراضي الأوروبية يعني أما الصداكية يعني أما هنغاريا يعني أما بولندا فلا عندهم شيء استطاع فلا بعد أن يمر المواطن الأردني إلى الحدود الأوكرانية ويتواصل مع مندوبين سفارة نعم تضحت الصورة وهذا 200% وإحنا عممناه وإحنا عممناه وإحنا عممناه بينما على وزاة الخارجية وبينما على ساعات السفير اسماعيل الفائد ووجهناهم وعطيناهم وحكناهم نعم تضحت الصورة السفير أبو الفول أعود إليك مرة أخرى في حال تطورت الحرب وتعذر وصول بعض الأردنيين إلى أماكن آمنة خارج أوكرانيا ما هي الخطة با لتأمين سلامة الأردنيين هناك؟ ستي الكريمة من ذو اندلعت الأعمال العمليات العسكرية في أوكرانيا الوزارة بدأت في بدل جهودها الحديثة وإنصالاتها من أجل توفير ممرات آمنة لتمكين المواطن الأردنيين المتواجدين في نحو 17 مدينة في أوكرانيا بتأمين عبورهم الآمن لا إخلاء بين بواسطة الإخلاء البري كون الإخلاء الجوي في هذه الفترة متعذر نستمر في بدل جهود الوزارة تعمل على مدار الساعة هناك خلية أزمة تعمل على مدار الساعة وهذه الخلية تضم بالإضافة طبعا إلى الوزارة تضم عدد من الجهات الرسمية الأردنية الوزارات والمؤسسات المعنية بمتابعة أوضاع الأردنيين في الخارج ويتم العمل على جميع الطروحات ما تقييم كل الطروحات من أجل تقديم كل إسناد داعب ممكن للأردنيين نعم شكرا لك الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول وشكرا لرئيس الجالية الأردنية في أوكرانيا الدكتور كامل العواملة في أبرز تطورات اليوم الرابع من الحرب أعلنت الرئاسة الأوكرانية موافقتها على إجراء محادثات مع روسيا على الحدود مع بيلاروس الرئاسة الأوكرانية أكدت أن وفدها سيلتقي نظيره الروسي دون أي شروط مسبقة ولاحقا أفادت قناة روسيا اليوم بانطلاق المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في بيلاروس ويأتي ذلك عقب حرب تصريحات بين الطرفين الروسي والأوكراني حول المكان المقرر لانطلاق المفاوضات حيث كانت موسكو أعلنت إرسال وفدها إلى بيلاروس لإجراء المفاوضات متهمة كييف بتضييع فرصة الحوار وهو ما قبله الرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي برفض إجراء المفاوضات في بيلاروسيا لأنها شريكة في الحرب على بلاده وفقا لقوله وعلى الأرض الأوكرانية شهدت الحرب في يومها الرابع معارك عنيفة على مختلف الجبهات فبعد ليلة وصفها الرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي بأنها كانت قاسية في أوكرانيا تواصلت البيانات المتضاربة من الجانبين الروسي والأوكراني حول عدد القتلى وتقدم العمليات العسكرية وفرض السيطرة على مدن أوكرانية ويتزمن ذلك مع تصعيد أوروبي ببحث وزراء الخارجية الأوروبيين إمكانية التوصل إلى اتفاق جماعي على إرسال دعم مالي وعسكري إلى كييف بالإضافة إلى رفع مستوى العقوبات الاقتصادية على روسيا وفي خطوة تؤشر إلى تصعيد في مستوى المواجهة أعلنت سلطات مدينة خاركييف شمال شرقي أوكرانيا التي تعد ثاني أكبر مدينة في البلاد أن الجيش الروسي وصل إليها كما وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى وردا على المواقف الأوروبية والأمريكية ضد موسكو اعتبر بوتين أن حلف الناتو يأخذ موقفا معاديا ضد بلاده وأن الخطوات العدائية الغربية لا تقتصر على الاقتصاد وليقراءة تطورات الحرب الروسية الأوكرانية في يومها الرابع ينضم إلينا عبر سكايب من روسيا الدكتور مسلم شعيتو مدير المركز الثقافي الروسي العربي في سانت بوترسبرغ سيدي خلافا لتوقعات سابقة لا يبدو أننا أمام حرب خاطفة وطريق المفاوضات لا يبدو معبدا رغم بدء هذه المفاوضات برأيك إلى أين تسير المواجهة؟ هل نتحدث عن مزيد من التصعيد؟ عن مزيد من الحسم العسكري؟ أم أن الحوار والدبلوماسية باتاهما الحل الآن؟ مساء الخير إليك ولمشاهدينك الحرب لم تحدد مسبقا أنها طويلة أو خاطفة لكن حددت الأهداف لهذه العملية العسكرية الروسية أهداف عسكرية وأهداف سياسية عندما تتحقق هذه الأهداف تتوقف هذه المعارك وتحقيق هذه الأهداف يتطلب عملا عسكريا بأسليب مختلفة ارتأت القيادة الروسية أن تستعمل أساليب ليست تقليدية في الحرب أي أنها لم تدخل المدن لم تقصف حتى لو تواجد النازيون الجدد في الأماكن المدنية وقصفوا الجيش الروسي هي لا ترد عليهم قصفت فقط البنية التحتية العسكرية مستثنية من ذلك حتى السكنات العسكرية التي يقيم بها الجيش الروسي إذن إلى أين تصير المواجهة دكتور؟ نعم تصير لتحقيق الهدف السياسي والعسكري الهدف العسكري هو إزالة العناصر النازية الجديدة وجماعة البنديرة الذين شاركوا في حروب العالمية الثانية وكانوا أساس المجازر والإبادات إزالة الأسلحة التي يستعملونها في حرب الإبادة ضد دانيسك ولوغانسك أيضاً وقف إمكانية تسليح الجيش الأوكراني الذي يرفع شعار العداء إلى روسيا والهدف السياسي هي سلطة سياسية في أوكرانيا تعيد العلاقات ما بين الدولتان الأخويتان في تقاليدهم وعاداتهم وقيامهم ودينهم وانتماؤهم التاريخي خارج نطاط التهديد بالانتماء لحلف الناتو الذي عمم الدمار في كل العالم ونحن نشاهدون على ذلك في سوريا وفي العراق نعم دكتور مسلم هناك حديث الآن عن العالم ما بعد الحرب الأوكرانية الروسية برأيك كيف ستؤثر نتائج هذه المواجهة على شكل العلاقات الدولية وعلى شكل النظام العالمي يعني ما بعد عملية أوكرانيا حكماً سيكون عالم جديد عالم تنتهي به أحدية القطب عالم متعدد الأقطاب عالم تحمي به روسيا القيم والتقاليد والعادات وسيادة الدول وتمنع هذه الأسلوب من العلاقات الدولية التي تمليها الولايات المتحدة نعم سيكون هذا الحوار ساخناً كما هو الحال مع أوكرانيا دبلوماسياً أيضاً صعباً وطويلاً لكن الأهداف التي وضعها الرئيس بوتين وأرسلها لحلف الناتو والولايات المتحدة وهي شروط ثلاثة عليها أن تلتزم بها وإلا روسيا ستتخذ إجراءات عسكرية تقنية وإجراءات عسكرية أيضاً نعم عربياً وأنت مدير المركز الثقافي الروسي العربي برأيك ما هو إنعكاس هذا التحول المتوقع على القضايا العربية كالقضية الفلسطينية كالأزمة السورية مثلاً يعني لحسن الحظ قد يكون المستفيد من نشوء نظام عالمي جديد متعدد من تعدد الأقطاب لحسن الحظ قد ينعكس إجاباً على العالم العربي الذي هو جار لروسيا ولا يمكن لروسيا أن تتعامل مع هذه المنطقة إلا بالاهتمام الزائد كما فعلت في سوريا حيث أنها كانت هي الصديق الأساسي في صراع ضد المنظمات الإرهابية ومن أتى بها يعني الولايات المتحدة وتركيا وأيضاً روسيا ترفع الشعار بالنسبة لحل القضية الفلسطينية لم يتغير ولم يتبدل عكس حتى بعض الدول العربية التي طبعت إن روسيا تقول الجولان عربي والقدس أيضاً دولة مدينة مشتركة للفلسطينيين والإسرائيليين ويجب أن تحل القضية الفلسطينية على أساس القرارات الدولية إذن بالتالي عندما تستطيع روسيا أن تكون كتباً أساسياً أيضاً تستطيع أن تفرض رؤيتها السياسية على القضايا المطلوحة في العالم العربي بالنسبة للأزمة الاقتصادية التي قد تنشب عن العكوبات ضد روسيا أيضاً العالم العربي سيتأثر بها لكن ليس بالمستوى الدول الأخرى لأن التبادل الاقتصادي بين العالم العربي وروسيا متواضع جداً إذا ما استثنينا مسألة القمح لمصر وبعض العلاقات التبادل التجاري البسيط جداً والتسليح الذي يأتي من روسيا بعد الدول العربية نعم الدكتور مسلا مشعيته مدير المركز الثقافي الروسي العربي في سان بوتروسبير كنت معنا عبر سكايب من روسيا شكراً جزيلاً لك شهدت الحالة الوبائية في الأردن اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في إعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا وفي نسبة الفحوص الإيجابية مقارنة مع يوم أمس ووفقاً للإيجاز اليومي الصادر عن وزارة الصحة فقد تم تسجيل ستة عشرة وفاة وستة آلاف ومائتين وستة وتسعين إصابة جديدة في مختلف أنحاء المملكة وبعد إجراء أكثر من خمسة وثلاثين ألف فحص مخبري خرجت نسبة الإيجابية منها لتسجل نحو ثمانية عشر في المائة مقارنة مع عشرة وستة عشر في المائة يوم أمس ومن أصل أكثر من تسعين ألف حالة نشطة يبلغ عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات حالياً سبعمائة وستة وثمانين شخصاً حصيلة اللقاحات في الأردن تشير إلى وصول عدد المسجلين على المنصة إلى أكثر من أربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألفاً وقد تلقى الجرع الأولى من اللقاح أكثر من أربعة ملايين وستمائة وواحد وثمانين ألف شخص مقابل أكثر من أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وستين ألف شخص تلقوا الجرع الثانية حتى اليوم كشفت نتائج التقرير الوطني الثالث لوفيات الأمهات لعام 2020 عن ارتفاع في معدل وفيات الأمهات عند الولادة في الأردن إلى خمسة وثمانية وثلاثين في المائة وفاة لكل مائة ألف مولود حي بينما كانت في عام 2019 أربعاً واثنين وثلاثين في المائة وفاة لكل مليون مولود حي وأظهر التقرير الذي أطلقته وزارة الصحة اليوم بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية أن الإصابات بفيروس كورونا شكلت السبب الأكثر شيوعاً لوفيات الأمهات عند الولادة خلال العام 2020 هذا التقرير اليوم مهم ويؤكد على ضرورة أن تحصل المرأة الحامل على المطاعيم السيدات الحوامل اليوم أكثر عرضة للوفيات فخلافاً للتقارير السابقة والتي كانت تظهر أن نسب الوفيات بين الحوامل تعود لأسباب مثل النزيف ما بعد الولادة أو الجلطة الرئوية اليوم يحتل فيروس كورونا المرتبة الأولى كسبب للوفيات عند السيدات الحوامل ن继续 أن تتحب المحافظة لتعيش الأمهات المصدرية لأن تحصل على المفرق المصدرية أكدت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوة قبيلات أن الوزارة تعمل على حل التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع التعليمي قبيلات أكدت لرؤيا في تصريحات على هامش جولتها التفقدية إلى أن السبب الرئيس في اكتظاظ الطلبة في المفرق يعود إلى انتقال أعداد كبيرة من الطلبة من مدارس خاصة إلى المدارس الحكومية وذلك بسبب جائحة كورونا زيارتنا تستهدف جميع المدارس التي تعاني من اكتظاظ أو لديها مشكلة في الأبنية المدرسية لإدراجها على خطة وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالصيانة أو إخلاء مباني مستأجرة أو استحداث مباني جديدة فبالتالي يتم تصنيف هذه المدارس وفق زيارتنا من قبل المتخصصين من المهندسين لترتيب أولويات المحافظة ليتم تنفيذ المشاريع وفق الموازنة المخصصة افتقت اللجنة القانونية النيابية اليوم وفدا من مجلس العشائر الشركسي للاستماع إلى آرائهم حول قانوني الانتخاب والأحزاب رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات قال إن النظام الانتخابي المحال إلى اللجنة يعزز من تمثيل كافة الفئات مؤكدا على أن الشركس ساهموا ببناء الأردن الذي واجه كافة التحديات وتخطاها بلحمة أبنائه وبحكمة قيادته إن نقل أحد هذا المقاعد المخصصة للشركس والشيشان وربطه بالتمثيل ضمن الدائرة الانتخابية العامة القائمة الحزبية يشكل انتقاصا من حقهم في التمثيل المناسب والذي أقرته الاتفاقيات والمعايير الدولية لسيما وأن الأردن كان من الدول الصباقة في حماية وتعزيز المشاركة السياسية لكافة المكونات المجتمعية وعلى المستوى الإقليمي والدولي وحب هنا أن أشير إلى أن الإعلان العالمي لحق الإنسان صدر في عام 1952 الأردن أرست مبدأ المشاركة السياسية والتمثيل المناسب للأقليات العرقية والدينية منذ عام 1929 يعني قبل الأمم المتحدة نفسها يعني كمان فهذا شيء يسجل لدولتنا الحبيبة أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن حفلا بمناسبة يوم التأسيس بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية وشيوخ ووجهاء العشائر في الأردن أسفير السعودي نايف بن بندر السديري أعرب عن سعادته بهذه المناسبة التي تعبر عن الاعتزاز بالجذور الراسخة والهوية المتجذرة لبلاده وارتباط مواطنيها الوثيق بقيادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون وبداية تأسيسه منتصف عام 1139 هجرية الموافق للثاني والعشرين من شباط عام 1727 ميلادية للدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدريعة وأوضح سفير السعودي أن ذكرى يوم التأسيس مهمة لاستذكار الماضي التليد وبطولات الآباء والأجداد المؤسسين وشدد السفير على أن العلاقات السعودية الأردنية استراتيجية وتاريخية ومتينة وأصيلة منذ عهد مؤسسي البلدين رحمهم الله وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من عبد العزيز آل سعود وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين مؤكدا أنها علاقة متميزة بين بلدين شقيقين متجاورين وكل بلد يرى في الآخر عمقا استراتيجيا له وإلى فلسطين حيث دانت الفصائل الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي الأخيرة التي أكد فيها التمسك بلاده بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي فيما يرى المحللون أن توقيت هذه التصريحات يأتي لتحقيق أهداف سياسية لصالح أوكرانيا ضد روسيا التي أعلنت رفضها الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال بشكل يتماشى مع الموقف الأمريكي صرح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أمام المجلس التمثلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا بأنه لن يتوقف عن القول أن القدس عاصمة لكيان الاحتلال تصريحات لاقت غضب وتنديد الفصائل الفلسطينية التي ترفض هذا الانحياز للاحتلال الإسرائيلي لا يمكن القبول بأن تكون القدس عاصمة لاحتلال القدس مدينة محتلة ينطبق عليه ما ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قرارات تضمن أهمية إنهاء الاحتلال وانسحابه من كل أراضي المحتلة بعدوان 67 ما فيها القدس المحتلة وإقامة دولتنا في بلسطين المستقلة وعاصمة القدس ودوان حق الهودة للاجئين على قاعدة تنفيذ قرارات شرعي الدولي وإقوان دولي لذلك لا يمكن الاعتراف بالقدس كأمر واقع عاصمة الاحتلال كما تحدث عنها الرئيس ترام في إطار ميسم مصفقة القرن الموقف الفرنسي مرفوض تماما رئيس الوزراء الفرنسي مرفوض تماما وهذا خارج إطار كل قرارات شرعي الدولي وإقوان دولي ومنظومة العلاقات على المستوى الدولي توقيت حرج ومستغرب للتصريحات الفرنسية يعتبرها المحللون سيما خلال هذه الأحداث العالمية الراهنة والحرب التي نشبت بين روسيا وأوكرانيا إضافة إلى أنها محاولات لاستجلاب أمريكا أكثر نحو الأزمة الأوكرانية وتحقيق مزيدا من الدعم لها المحاولة هنا هي محاولة استقدام الأمريكان إلى وجودهم في أوكرانيا أو في الأزمة هذا من جانب من جانب آخر لا ننسى بأن الرئيس الأوكراني شخصيا هو يهودي وبالتالي هذه محاولة أيضا لمحاولة الاستعطاف بشكل أو بآخر ومحاولة القول بأننا نقف إلى جانبكم بشكل أو بآخر وبالإضافة إلى ذلك أن هناك الضغوط الإسرائيلية طوال الوقت التي كانت تحاول أن تجلب مثل هذا التصريح أو مثل هذا الموقف من جهة أخرى يعتبر المحللون أن تصريحات رئيس وزراء فرنسا تأتي أيضا كرد على الموقف الروسي الذي أكد عدم اعترافه بالكدس عاصمة لكيان الاحتلال ويرفض الاعتراف بالجولان أنها أراضي إسرائيلية تقع تحت سيطرة الاحتلال من مدينة رامالا المحتلاء محمد حسين رؤيا تصاعدت وطيرة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين منذ تولي نفتالي بنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية لكن وعلى الرغم من الاعتقالات والاغتيالات والهدم المتواصل بحق الفلسطينيين وبيوتهم فإنما حاكم الاحتلال لجأت إلى قرار تجميد إخلاء سكان حي الشيخ جراح خوفا من مواجهة جديدة منذ تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة ورئيس الوزراء نفتالي بنت يسعى لإرضاء اليمين المتطرف بكل الأشكال والطرق إن كان بالمصادقة على هدم منازل المقدسيين أو على بناء مستوطنات جديدة لكن يبدو أن بنت يخشى مواجهة جديدة مع المقدسيين خوفا من مواجهة مماثلة لمعركة سيف القدس والتي انطلقت من العاصمة المحتلة إلى قطاع غزة وفلسطين التاريخية بأكملها ما دفع محكمة الاحتلال لتجميد قرار إخلاء عائلة سالم في حي الشيخ جراح بعد أن كان من المقرر إخلاء المنزل لصالح المستوطنين خلال شهر علينا أن ننتبه أن الاحتلال يحاول أن يعطي الموضوع طابعا قانونيا وكأنه يسير بالإجراءات القانونية بشكل مهني وبشكل حيادي الحقيقة أن القانون والمحاكم هي جزء اللي يتجزأ من منظومة الاحتلال وكما تفضلت بالسؤال أن هناك خشة من تصاعد ردات الفعل وبالتالي يمكن أن يتحول هذا الأمر إلى ما يشبه الحريق الواسع وهناك تحذيرات مباشرة من الأمريكان الإسرائيليين أنه لا تصاعدوا في موضوع الشيخ جراح إسرائيل دائما تحاول أن تنتهز أي لحظة إقليمية أو دولية مناسبة لتنفيذ مثل هذه المخططات أعتقد أنه اللحظة الحالية غير مناسبة ويبدو أن حكومة الاحتلال قد تعلمت الدروس أيضا بما يتعلق بحرية جروسي وتحرك المقدسيين باب العمود في شهر رمضان فخلافا للحواجز التي وضعتها العام المنصرم والتضييقات على كل من يقترب أو يجلس على أدراج باب العمود فقد أعلنت حكومة الاحتلال أنها لن تقدم على إجراءات مماثلة هذا العام خوفا من المواجهة نرى أنه هذا جيد وهذا يثبت أنه عندما يكون هناك تماسك وثبات على الموقف يكون تراجع إسرائيلي ولكن ما نريده هو ليس تراجع تكتيكي ولا تراجع مؤقت بل تراجع نهائي وتنازل عن هذه المشاريع وهذا يحتاج إلى مزيد من الضغط وربما على المستوى السياسي والخطوات المباشرة مع إسرائيل وعلاق المباشرة بينها وبين السلطة بشكل أكبر هكذا يمكن أن نسجل انتصار فعلي هذه انتصارات صغيرة مهمة تكتيكية ولكن لا تعبر عن كسر لإرادة الاحتلال حكومة الاحتلال تراجعت عن إجراءاتها التعسفية في المناطق التي تحضى باهتمام إعلامي محلي وعالمي حفاظا على صورتها الديمقراطية أمام العالم لكنها وبكل تأكيد تواصل جرائمها بحق السكان إن كان بحملات الاعتقال المتواصلة أو هدم المنازل أو بعمليات التهويد التي لا تتوقف بحق العاصمة المحتلة من مدينة القدس آية الخطيب رؤية الله أكبر زاويتنا الأخيرة في هذه النشرة كريكاتيري اليوم ترجمة نانسي قنقر